داكي دكتورة الحمد لله تمام عايزين النهاردة نتكلم في موضوع كبير قوي الغربة الغربة طيب نبتديها من البداية ونقول يعني ايه غربة هل الغربة ان انا بسيب المكان اللي انا اتولدت فيه واروح في مكان تاني يعني الطفل بيتغرب عن المستشفى او الاوضة اللي هو اتولد فيها الاجابة لا الغربة هو ان انا بسيب مكان حفظته تعودت عليه حسيت بالامام فيه ليه زكريات فيه واسيبه واروح لمكان جديد مجهول تماما بالنسبالي معرفش عنه حاجة من الزهاب من المعلوم الى المجهول دا في حد ذاته غربة كان على الكبير وكان على الصغير لكن استعاب الصغير واستعاب الكبير هو اللي بيختلف للأسف انا بشوف الاب والام او الاتنين مع بعض دا طفل صغير مش هيفهم مش هيتقصر بكرة هيتعاوض مش هيتقصر ايه حيتعاوض ايه حيتعاوض مع المدرسة وبالغير بيقولك يعني هي والكوك هي وحيارف انه هو يندمج وياهم طب وحتى في الدول العربية طب هل الغربة بس في مكاني انه اطلع من مكاني وسافر برا دول غربية ولا اطلع من مكاني وسافر دول العربية ولا اطلع مكاني من الارياف او من الاماكن وروح مدينة هي الغربة غربة كانت هنا كانت هنا كانت هنا الذهاب الى المجهول غيرت البيئة المحيطة بيا بكل الاشتاء البيئة مجهولة لسه ما عرفش عنها حاجة لسه هروح اكتشف فانا بسيب اللي انا عرفته بيعرفة بتشبيهها شوية بالمكان الضلمة اوي اللي حفظتي لما الكهرباء تقطع انت القوضة دي بابها من هنا هتخدش من هنا على المطبخ طلع من هنا على الصالة بعكس ما تروحي لمكان تاني ضلمة لسه هتكتشفيه في النور وبعد كده تحفظيه في الضلمة هتبقى فيه قلقانة وخايفة الطفل الموضوع ده بالنسبة له بيزيد اكتر احنا بالنسبة لنا بتقول لا ده مش هيفهم ده حيلعب ده لسه صغير بالعكس تدارك الكبير بانه يقدر يتصرف لما يحصل حاجة بتكون اكبر من الصغير لكن تخزين الصغير جواه من احسيس ومشاعر واحيانا بيكون متقلم ان هو سايب مكان هو حافظه وصحابه هو بيحبهم وناس تعامل معهم وفهمهم خلاص ويروح لمكان تاني مبقاش بنسبة حاجة محببة قوي بيحصل بينعكس على الطفل بينعكس بالسلبة برضو على الكبير بس يبينعكس برضو على الطفل بتلايق احيانا اطفال لما بيسافروا من مكان بيروحوا من مكان مواصل بوقت سكتين ده لما بيرق مصيف بس الطفل بيحس ان هو رح مكان تاني بس المصيف عشان مكان اللعبه حالو بس برضو مستغرب ان ده مش بيته هنستعمل الحاجة دي ولا لأ الناس دي طريقة كلامهم مختلفة شوية عننا هيوعد وقت قد ايه اسبوع عشر تيقم شهر هو المصيف اسبوع يعني خلينا شهر الناس يصيفه شهر يا رب بس انا بقول ان هو بعده بيحس باختلاف بيحس ان فيه حاجات كتير مختلفة بس بيارف يندمك في المصيف علشان كلها لعب مش حياة مش مدرسة مش نتعامل مع ناس اذا العامل الخارجي له تأثير ولا مالوش تأثير له تأثير قوي جدا وهو طفل ما ينفعش اقول هو بدا بيلعب طب ماشي انا شلته من مدرسته شلته من المدينة اللي عايش فيها شلته من البيت اللي هو عايش فيه وشلته من صحابه وحطيته في مدينة تانية وفي مدرسة بقى مش مصيف ومش لعب ودراسة او في شغل او في اي حاجة تانية تأثير ده عليه هيكون ازاي بتلاحظي في البداية الاطفال بيسكتوا ما بيندمجوش قوي بيرقبوا وبعين خايفين في اطفال بيحصل لهم ودي نسبة مش قليلة حاجة اسمها تأخر او صعوبات تعلم وتأخر في الكلام بعد ما كان بيتكلم بربانت بقى ولو صحاب ولي ولي لا بيبقى سكت اكتر ممكن اختلاف اللغة يكون عامل في كده ده اساسي اختلاف اللغة واختلاف اللهجة ازا كان بتتكلم الدولة التانية لغة عربية برضو زينا بس اللكنة او اللهجة هي المختلفة انا اروح مثلا لدولة خليج ففيها بعد او الدولة التانية شقيقة بلاقي اللكنة مختلفة احيانا بيكون في حاجات بنشاور عليها لها اسمي مختلفة عننا فانا بقول حاجة تانية طب مختلفة بقابل بتنمر تريقة انا هحمي نفسي بيننا اسكت لا وفي ناس مش عايزة تتعامل معاك عشان انت من دولة معينة فبتبقى منبوز مثلا او شايفك حاجة جديدة لعبة غريبة حاجة جديدة جاية علينا لكن احنا نحن مع بعض واحنا من نفس البلد يبقى انا لازم اتعرف في البداية على جاليات شبهنا او ناس لو احنا مصريين شبهنا مصريين لو احنا ليبيين شبهنا ليبيين وهكذا